قال رجل الأعمال إيلون ماسك أنه يريد أن يجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى وذلك بعد إعلان شركة تويتر موافقتها على بيع الشركة لماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار وقال في بيان له أن حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية ووضع ماسك أربعة ملامح لما سيبدو عليه مستقبل تويتر هي إضافة ميزات جديدة وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر والقضاء على حسابات وبرامج روبوتات الإنترنت هذا وفي وقت حث فيه الاتحاد الأوروبي ماسك على احترام القوانين الأوروبية التي يختلف بعضها عن القوانين الأمريكية ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جنساكي التعليق مباشرة على شراء ماسك لتويتر لكنها دعت الكونغرس إلى تجديد القواعد المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر نتابع ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور ناصر قلوون الباحث في العلاقات الدولية والاستثمارات ألم بك دكتور ناصر معنا بداية يعني كيف تقرأ كل هذا الاهتمام البالغ بصفقة بيع تويتر سوسا أولا تحية لك وأقول لها أبعاد كبيرة بالرغم أن عقد الشراء هو عقد تجاري بحت لن يلاقي مشاكل في واشنطن للموافقة برأيي لأنه ليس في أسهم عامة يعني لا يضرب الأسهم العامة بمعنى الهيئة النظمة للاندماجات والاستحوازات هذا واحد اتنين بالطبع هناك رقابة عليه لكنه يأتي من خارج الوسط الإعلامي هو وبالتالي له حرية أكبر بمعنى لو قامت جوجل أو شركة أخرى بشرائها سيكون هناك جلبة في الكونغرس وتمر بالأخير لكن الآن عنده هذه الحرية ثلاثة هو مستثمر مضارب مغامر وربما مقامر إذن الأمور تبدو غير منطقية ثم من أسبوع كان هذا الأمر يعني الشركة كانت تأخذ حبة السم لمنع الاستحواز السريع والآن رضخت بسبب أمور كثيرة ربما أقول بالنحية الفنية بأنها وصلت إلى الزور وتويتر يعني لم والآن الطرح هو التجاري أن يوسع نطاقها حتى يدخل ليس فقط الإعلانات كمردود ربما أمور أخرى لكن أنا برأيي كما قلتم في أوروبا سيزيد التحكم بنا نحن كمستهلكين ومستخدمين لهذه الأمر ربما يكون هناك اشتراك لدفع تحدث عن هذا الموضوع نعم وبالتالي لكن النقطة الأخيرة التي يجب أن أقولها هناك بعد سياسي غير معلن بمعنى من يفرح الآن بهذا الأمر الجمهوريون بشكل عام ربما يكون الآن هناك نية لعودة ترامب وفئة كبرى تأثير ربما في الانتخابات النصفية بحكم أنه يستخدم ترامب وغيره وتؤثر في التصويت على فكرة وربما كذلك في انتخابات الرئاسة فيما بعد من خلال التصريحات أو تصريحات الرجل التي استمعت إليها برأيك ما هي التغييرات التي ستطرأ على وسيلة التواصل الاجتماعي هذه أولا أنا برأيي التطوير كما قلنا هو موجود وهو مشهور بالتطوير التطوير الخدمة بحكم أنها وصلت لآخرها كما قلت من ناحية تطور التكنولوجيا المجلس الإدارة سيغير مجلس الإدارة الشركة لن تكون ملكية عامة أسهم عامة وبالتالي لا أستطيع أن أشتري منها ولو واحد بالمية يعني تصبح مغلقة المغلقة لها حرية أكبر في ناحية التطوير بمعنى عندي أموال كثيرة أستطيع أن أستثمرها بشكل كبير حرية وبنفس الوقت أخذ عائد خطر هذا الأمر بأنه كما قلت هو يوسع الإطار الرئاسمالي للاحتكار بالرغم أن الإعلان هو عكس ذلك الإعلان لإعطاء الحرية لنا ومنبر للحرية لكن نحن نعرف أن الحرية كذلك فيها أخذ بنات شخصية وفيها يعني ينضم إلى الشركات الكبرى برأيي للتحكم في مصيرنا لكن التحكم في المصير هو شخص واحد وليس حملت مساهمين نستطيع أن نحسبهم أنا كحملت مساهم أو رأي عام أو غيره بالطبع الرأي العام يستطيع أن يترك المنصة لكن الآن هي فرصة برأيي حتى ينضم للكبار لأن المشتركين بالرغم أنها شعبية على فكرة تويتر لكنها لم تدخل أبواب أخرى لأبواب التواصل الاجتماعي فيديوهات معينة للترويج أو غيره هل هناك مخاوف في إطار كل هذا الجدل حول ضوابط الحرية على هذه المنصة؟ يعني هل يمكن أن تشهد تغيير؟ زميلة ساوسن نستطيع القول أن الحرية التي أتت مع وسائل التواصل الاجتماعي بآخر 20 سنة شعرنا فيها نحن كمستهلكين بأن المستثمر الكبار يعطونا حرية حرية أنا أستطيع أن أتي بشكل عام للمنصات وأستخدمها مجانا لكن بنفس الوقت الآن إذا حطيت أي شغلة معينة تأتيني الإعلانات بنفس الأمر بمعنى هم يتحكمون باختياراتنا إثنين بالإعلانات ثلاثة بخياراتنا السياسية أحيانا وأعلانات غير يقال أنها إعلانات يعني هناك لا أقول أيدي خفية لكن هناك قوة لو بضغط تقوم بضخ أحيانا حملات إعلانية غير مستورة يقالها جيوش إلكترونية أو غيره ووحدة معينة البوتس يعني ربما قوة خفية في كوريا في روسيا حتى في الغرب موجودة هنا تقوم بالترويج لأمور معينة هو وعد بمحاربة البوتس يعني الأجهزة الآلية لنشر المعلومات بطريقة آلية وليس بطريقة بشرية لكن أنا أشك يعني بالأخير المستثمر يريد الربح وهو مغامر كبير حاول إغواء مستثمرين عرب في تويتر المشهورة عربيا لكن تغيير وسائل التواصل لجعلها لأقول فتحها للرأي العام وليس الرأي النخبة بهذا الأمر الرأي العام للتأثير في الرأي العام بالتالي يتنافس مع غيره من الموجودات في السوق نعم ويفتح الباب أكثر من ناحية طريق الاستخدام يعني وهنا نتحدث عن لعبة المال والإعلام ربما كما ذكرت في البداية عندما يأتي رجل من خارج ربما دائرة الإعلام رأس مالي بأمواله يستثمر في هذا المجال هنا الضوابط يعني هنا الجدل حول الخوف على الضوابط الساحة متخلفة سوسا من ناحية القوانين لأن سبق اللي نعترف بصراحة وهذه يعني كلمة أقول لنقول حق فيها بأن هؤلاء المستثمرون الكبار يبدأون باستثمارات ضخمة سواء في الطب سواء في المختبرات سواء في الأدوية أحيانا تفشل كما حصل في أدوية الكورونا وبالتالي هناك مخاطرة كبرى لكن بالنسبة لشخصية ماسك الذي نتحدث عليه يعني أنا هناك حوار داخل عائلتي يقولون بأن هو خلفيته يعني هندسية وبالتالي شركة تسلا قام بها بأمور سبقت شركات الكبرى تويوتا وغيرها وبالتالي هم يلحقون به بالأمور الكهربائية السيارات الكهربائية والمشاريع الفضائية إذن هناك مستثمر مقامر لكن السر الكبير ليست هي جزء منها أمواله إغواء البنوك والمستثمرين الآخرين أخذ قروض الآن ربما 25 بليون دولار جزء منها يعني عنده سيكوريتز عنده ضمان على أسهم عنده بتسلا ب60 بليون دولار إذن ليست كلها سيولة يعني فري في أمور عليها ضوابت لكن مورغان ستانلي حتى يقوم وبنوك أخرى بإعطائه الأموال بمعنى هناك نوع من ثقة بأنه صح أنه مقامر وعندي دليل بقضايا العمولات الإلكترونية المشفرة التي لم أهضمها دوك كوين وغيرها يشتري ثم يبيع أنا اشتمنت منها رائحة إغواء مستثمرين عرب وغير عرب لدفع فلوس ثم هو يهرب معه كلمة السر على عجالة سيد نصر هل تتوقع عودة ترامب مرة أخرى؟ الآن هذا يزيد حصوصه بالرغم هذا الأمر غير سياسي لكن يزيد للحصوص لأن ترامب والتيار الذي يؤيده في الحزب الجمهوري ما زال أربعين بالمئة معه وبالتالي لم يستطع أي منافس جمهوري بالرغم من كل الخطابات أن يأخذ منه كنا نعتقد أن ترامب ربما لا يرعي يكون يعني الراعي لمرشح جديد لا أرى هذا الأمر الآن وبالتالي ما زال هو يقوم بواشنطن بالسيف الكبير وماسك كان صامتا بالنسبة لغزوة 6 يناير في العام الماضي في على الكونغرس والكابيتول شكرا جزيلا لك سيد ناصر خلوون الباحث في العلاقات الدولية والاستثمارات على هذه المشاركة بذلك نأتي إلى نهاية هذا الحلقة من أضواء أعلى الأحداث كالعادة يمكنكم متابعة البث المباشر لقناة الحوار عن يوتيوب والتواصل معنا عبر منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر